لا يتجه قطاع الطاقة بالجزائر لاستحداث أكثر من أربعين ألف منصب شغل جديد على المدى المتوسط كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية عبد الكريم أخويسي أن المناصب الجديدة من المتوقع استحداثها بفضل المشاريع الجديدة الجاري إنجازها بشكل خاص في المناجم والبيترو كيميويات عريسي في تصريحات أدل بها على هامش المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العربي لعمال النفط المنعقد في شرق الجزائر أوضح أن عدد العمال في قطاع الطاقة والمناجم فاقة ثلاثمائة ألف عامل بنهاية جوان الماضية